السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الهدف الاول لصالح التراجرية لتونسي في توقيت عشرين دقيقة لعب الهدف الاول لصالح التراجرية لتونسي عن طريق اسامة الدراجي اسامة الدراجي يغالط الاحارس ويفتتحها النتيجة عشرين دقيقة لعب تتغير النتيجة لصالح التراجرية لتونسي امامكم الاعادة اسامة الدراجي ينفذ المخالفة ويغالط الحرس جسم الخلوفي إذن هدف مقابل سفر ومعز بن شريفية كرة من وجدي بعزي مباشرة لحمد رويت معاه الدراجي يفكل الكرة دراجي وتصبح خطيرة لترج وجدي بعزي خطيرة العملية لدرامان تروري أمام فرصة كبيرة أو الهدف الثاني لسالح الترجل على هدف الثاني لسالح الترجل 77 أو 78 دقيقة لعب إذن درامان تروري يضاعف النتيجة بعد خطاء كبير من حمد رويت خطاء كبير من مدفع النادي سفيقسي جازفا حاول يعني يراوق دراجي لكن افتكله الكرة وكيما قلت يعني يقبل الهدف سبح تختيرها للترجل وجدي بعزي يعطي كورة في تبق لدرامان تروري أمام فرصة كبيرة ماذا يحاش وإغالة الحارس جسم الخلوفي بالتزديد قوية درامان تروري يضاعف النتيجة هدفين مقابل سفر لسالح الترجل أمام النادي سفيقسي هذي الأخطاء القاتلة الفردية خاصة على مستوى الدفاع من مدافع محوري مثل حمد رويت تفتك منه والكونة من أسامة دراجي يعني دخل لأسامة دراجي يوسف نمساكني يوسف نمساكني هجوم معاكس لترجل هذه التونسي لكن ثم أربع مدافعين يأخذ التخليل الشمان يروض الكورة داخل مناطق الجزاء والهدف الثالث من يوسف نمساكني الهدف الثالث في توقيت ثمانين دقيقة لعب يوسف نمساكني يوضيف الهدف الثالث ثلاثة مقابل سفر تتغير النتيجة لسالح الترجل هذه التونسي انهيار في دفاع الندر الاسفاقسي يعني كان لعب واحد مع أربع مدافعين يخلط تخليل شمام يعني يدخل داخل مناطق الجزاء يعود يخرج كورة ليوسف نمساكني يسدد طبعا يوسف نمساكني أمام كورة داخل مناطق الجزاء من الصعب أنه يضحى لعب مثل يوسف نمساكني يسجل الهدف الثالث السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة